جهود مكثفة وحملات مستمرة تطلقها مؤسسة أوريانت الأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة تحالف الأديان مالتي فيس اللاينز للوقاية من فيروس كورونا ضمن خطة الاستجابة الطارئة حيث استهدفت الحملة التوعوية الجديدة مخيمات النازحين شمال إدلب نحن فرق الاستجابة السريعة من مؤسسة أوريانت الأعمال الإنسانية ما زلنا مستمرين بعملنا بتقديم حملات توعية حول فيروس كورونا منقدم هذه الحملات بالمجمعات اللي صاير فيها ازدحام سكاني ونازحين بالإضافة للمخيمات العشوائية نقدم حاليا مشهورات حول فيروس كورونا كيفية الوقاية منه ونعرف المستفيدين بما هو هذا المرض وشو خطرته في حال انتشر وكيفية الوقاية منه فرق الاستجابة السريعة زارت العائلات النازحة وقدمت النصائح والإرشادات والتعريف بالفيروس وأعراض الإصابة به وطرق الوقاية بالإضافة لتوزيع الكمامات والقفازات المعقمة وكيتات النظافة ومواد وقائية أخرى على النازحين الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة من نقص الخدمات الأساسية وأهمها قلة المياه وانعدام شبكات الصرف الصحي والله وضعنا سيئ هنا في المخيم وضعنا سيئ يعني خايفين استرعي لنا مراض خايفين استرعي لنا شيء من هالمراضة جعلت تنتشر هايا يعني الشاعات يعني ما عدنا تنظيفات ما عدنا يعني شيء سيئ ووضعنا سيئ والمية غليلة المية غليلة يعني خاف يستبب أمراض استبب شيء ووحل وطين وتدرف علينا الخيمات من فوق وتدرف علينا من تحت وإذا نريد نروح نشتري شادر ما عدنا حك شادر إذا نروح نشتري حك تنظيفات ما عدنا حك تنظيفات واني عندي عشر أولاد سرعة انتشار الفيروس في معظم دول العالم وإصابة الآلاف به دفع المؤسسة لدق ناقوس الخطر وإطلاق حملات عاجلة للوقاية منه من خلال توزيع المستلزمات الضرورية الوقائية على أكثر من 40 منشأة صحية بالإضافة لبعض المنظمات كالدفاع المدني السوري الذي استخدم فيها الأرواب الوقائية بحملات التعقيم في المرافق العامة وأماكن التجمعات تستمر المؤسسة بتكثيف حملاتها التوعوية في المخيمات والتجمعات العشوائية للوقاية من فيروس كورونا وذلك من خلال تقديم المستلزمات الضرورية لا سيما نشر الوعي للوقاية من هذا الفيروس وخطورته وطرق الوقاية منه من خلال الإرشادات والنصائح هاشفال عبدالله وينتي نيوز ريف ودلب